عجبتني قوي كمان جزئية بنيان الألفة وده كنت تتكلم فيه عن العمارة عن العمارة ممكن حريك تشرحه لكل المشاهدين بعد أذنك شوفيه هو في جماليات العمارة احنا فيه مصطلحات يقولوا عليها العمارة الصلبة والعمارة اللينة العمارة من مواد دائما متقربة جدا يعني مؤخرا في بناءات الإزاز والألمونيوم وكده إنما عموما حتى في المعمول من الخرصانة عندنا عمارة لينة وعمارة صلبة صلبة المظهر ولينة المظهر يعني الأقواس العمود الاستواني غير العمود المكعب هذه الجماليات بتختلف من يسكن في بيت جميل صديق للحواس من خلال الكوس والمشربية والعمود الملفوف والخمات الدافئة كالخشب كل هذه الجماليات في العمارة وابنة الوقت الدعا ووقت السعادة بخلاف مثلا العمارة الحديثة اللي هي إزاز والألمونيوم وبدون بلكونات وده ممكن يخدني برضو الجزء تاني حالي لك ذكرت في الرواية وهي الكمباوند آه بس يعني ده كان شكل وده كان شكل يعني الفرق بين العمارة عشان طالما احنا بنتكلم عن الحواس الفرق بين العمارة اللي بتحترم الحواس وفيه العمارة اللينة وبين العمارة الصلبة عمارة الإزاز ماشي دي بنت فلسفة تانية لأن العمارة العمارة فن عميق وليست مجرد بناء العمارة لها علاقة بالفلسفة لها علاقة باللحظة التاريخية للحضارة فيها يعني عمرت الإزاز دي بنت حاجة تانية خالص بنت الشفافية فده يبقى مبنى تجاري إن أنا عندي تلفزيون أو عندي جريدة أو عندي كل الناس شايفة بعضها مين بيشتغل مين بيشتغلش فكرة الشفافية والكشف لكن ما هياش مكان راحة يعني أيه مفهوم وعشان كده ممكن يبقى مكشوف عادي بالزبط يبقى مكشوف لأنه في فترة الانتاج يلح على ذلك وبعدين الرأسمالية عندها إكرهاتها الكتيرة ضد الحواس أيه